عندي جدول في مبيعات لبعض المنتجات المطلوب ان احدد ثريش هولد او حد معين ثريش هولد او حد معين ولكن 10 تلاف جنيه وعايز اجيبي المبيعات الاكبر من الحد ده في جدول مش بس كده عايزه كمان يجمع الباقي كله كل ما هو اقل من الحد العشرة تلاف جنيه يجمعه كله مع بعض في لين واحد ويسميه اثر وعايز بعد كده ارسم بهم تشارت بشكل هك شايفه ده تماما ولما غير الحد اخليه مثلا خمس تلاف اخليه 12000 الليستة بتاعتي تتعدل مجموع الاذر يتعدل وكمان الشارت بتاعي يتعدل السلام عليكم ورحمة وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد هنرجع تاني لسلسلة الديناميك الري الفيديو رقم 13 احنا اخد بالك ما يتكلم على المعادلات الجديدة اللي لسه لحد النهاردة واحنا بنسجل الفيديو احنا لسه في شهر جون الفين اتنين وعشرين لسه المعادلات دي موجودة في البيتا فيرجن الناس بس اللي عندها اوفيس انسايدر وقريب جدا هتكون موجودة متاحة لكل المشتركين في اوفيس طلوبية 65 المعادلة بتكلم عنها النهاردة معادلة فيستاك وحنستخدم معاها اربع معادلات تانيين فلتر ودي متاحة لكل الناس سورت موجودة لكل الناس واللت موجودة لكل الناس تشوز قولم هي وفيستاك بس هم اللي موجودين للناس بتوع الوفيس انسايدر اللي مشغلين البيتا فيرجن بس النهاردة هنشوف تطبيق حلو قوي واستخدام مزهل للفيستاك سنذهب الى äccell وسيرو كيفamas قبل انو رح بالoir اى Excel سيتمت Trend Over 4 الحرام الخطوات الساحرة الخطوات الساحرة سنعرى كيفية ق Schluss atuات خطوات أسماق التنسيق من القيم نعنى ننتجات خطوات اメ قصف القيم تم بيها اول ثم قم kg حسم الباب نستطيع تنسيق شرطي للجدول الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نرسم المخطط البياني الديناميكي على الشمال هنا الجدول اللي فيه المبيعات احنا منتكلم في حوالي 25 منتج ودي ارقام المبيعات بتاعتهم ده متحول قرية الى اكسل تيبل واسم الجدول سيلز باي برودكت هنا انا مجهز مكان عشان الثراشهولد هنبدأ به الثراشهولد ولكن 2500 وعايز تحت الليبلز دي ابدأ احط هنا لسة المنتجات والمبيعات بتاعتها اللي تكون شرط ان هي اكبر من 2500 وطبعا بسهولة ممكن تفكر معايا في ان احنا هنستخدم دالة فلتر وده فعلا اللي هنعمله وطبعا لو عايز مزيد من التفاصيل عن دالة فلتر مشروحة في اكتر مكان قبل كده وتعا نبدأ نكتب فلتر مع بعض طبعا قبل ما ابدأ اكتب المعادلة هتكون شوية مؤقدة ولكن انا هبدأ اكتبها من جوه البرا يعني هبدأ بالفكرة الاساسية وده بتكون غالبا هي اول معادلة جوه خالص هنحط براها بقى معادلات تانية فانا هبدأ اكتب من جوه وبعد ان اتوسع لبرا لما هنوصل برا خالص هتلاقي الكونسبت كل وصل ولكن المعادلة او الكود هتلاقيه شوية كبر بس انت فهمته فتعا نبدأ اول حاجة انا محتاج اعمل فلتر واخد بالك زي ما انتفقنا هنبدأ الاول نركز على اسامي المنتجات لكن انا هعمل فلتر على جدول بالكامل فحبدأ اكتب equal وابدأ اكتب filter ادي دالة فلتر عايز مني array خليني اختار الجدول بالكامل عشان اختار الجدول حقف في الطوب كورنر بتاعه وحلاقي الساهم بالاسود الميل لو دست عليه هيختار الجدول بالكامل ودي ال array بعد كده الطلب التاني include ودي اللي بنحط فيها ال condition او الشرط اللي انا محتاج اعمل بيه عملية الفلتر فانا عايز اعمل الفلتر على sales value فالمرة دي هختار sales value column نفس الكلام لو عملت hover بالماوس فوق اسم ال column هتلاقي ساهم اسود كده لو دست عليه هيكتب لك زي ما انت شايف sales by product بين قصين مربعين او square brackets sales value عايز اقوله والله انا عايز اي sales value اكبر من او يساوي القيمة اللي موجودة فوق هنا ولو دست انتر هيديني زي ما انت شايف منتها البساطة اديني كل المنتجات لسة المنتجات وارقام البيع بتاعتها لما تكون اكبر من 2500 زي ما قلت لك انا عايز اركز اكتر على اللستة بتاعت المنتجات مش عايز دلوقتي sales لكن انا خدت معايا sales لاني محتاج ان انا اقارنها بال2500 ما كانش ينفع اعمل فلتر بس على كولوم واحد كان لازم اعمل فلتر على التابل بالكامل لان الكنديشن موجود في sales value عشان كده اخدته بالكامل ولكن هارجع واختار بس الكولوم بتاع خد بالك فيه نقطة كمان انا محتاج الاول اعمل لهم صورت هم مش بترتبين يعني يعني هنا هنا فيه 16000 ابيع خمستاشر وكذا انا عايز اعمل لهم صورت والصورت ده يكون من الكبير للصغير يبقى حقف بره معادلة خد بالك طبعا دي dynamic array دي spelled array لو وقفت على اي حاجة غير السل اللي فوق على الشمال هتلاقي المعادلة dimmed وما ينفعش تعمل فيها اي تغيير هتلاقي كده باللون لكن فوق على الشمال موجودة باللون الاسود اقدر اقف قبليها وابدأ اكتب الفونشن اللي اسمها صورت وانسي كتابت الصورت طبعا بمني array array هو الناتج اللي خارج من معادة فلتر بالكامل فاده كده تمام كما عايز مني صورت اندكس يعني ايه صورت اندكس يعني عايز ترتيب على العمود الاول ولا على العمود التاني في الحالة بتاعتي عايز العمود التاني يبقى حد ديله اتنين وبعد كده كما وبطالب مني الصورت اوردر عايزه ascending ولا descending descending يعني ترتيب تنازلي يعني يبدأ بالكبير فانا هاختار descending او minus one ايه الطلب التالت انا مش محتاجه ممكن نقفل القوس وادوس انتر هتلاقي معاك الليستة دي مترتبة الهندل بارز هي اعلى حاجة واقل حاجة هي التايتس وديه بتسعتاشر وديه بعشر امتين الترتيب شكله مزبوط ومنطقي طيب زي ما اتفقنا انا مش محتاج التابل بالكامل ولكن انا محتاج العمود الاول بس هنا هنستخدم فونشن تانية والفونشن دي برضو متاحة بس للبيتا فيرجن مش عند كل الناس اللي عندها اوفيس على فكرة البيتا فيرجن ببلاش لو انت قراري سابسكرايبر في اوفيس 365 وممكن تبقى مشترك في اوفيس انسايدر ببلاش وكمان تطلب البيتا فيرجن مفيش اي مشكلة طيب تعالى الفونشن اللي نستخدمها هيكون اسمها ايه هيكون اسمها تشوز كولومز وديه استكلمنا عنها في الفيديو اللي فات اللي هو فيديو رقم 12 وممكن تلاقي اللينك بتاع دلوقتي فوق تروح تفتكر معنا ازاي بتشتغل فحبدأ اكتب قبل سورت هتبدأ برضو عايزة مني قري وكالعادة القري بتاعتي هي اللي خارج من الفونشن بتاعت طيب أنا هعمل بيها ايه هاختار منها عمود من الاتنين انا الوقتي عندي عمودين في القري اللي انا شغال عليها عايز اخد بس عمود واحد بينهم ففي الحالة بتاعتي انا عايز العمود الاول يبقى بعد القري هعمل كما عشان اخش على ركوارمنت التاني او ارجومنت التاني ويعايز مني كولوم نمبر كام انا في الحالة بتاعتي محتاج العمود الاول اللي موجود فيه اللي ستة الاسامي ومش محتاج العمود التاني يبقى حديره رقم واحد واقفل القوس وارجع ادوس انتر بقى عندي لستة المنتجات لوحدها تماما طيب هل ده كده خلاص لا فاضل خطوة واحدة بس انا محتاج في الاخر خالص بعد اللي ستة دي المكونة تقريبا من 10 من المنتجات خد بالك لستة الاصلية 25 لما طبقنا الفلتر خلينا بس 10 منتجات اللي هي اكتر من مبيعات 2500 مش كده بس انا محتاج في الاخر يكون عندي لابل مكتوب فيه كلمة other هنا تحت عايز كلمة other تظهر لي دايما بعد اخر تابل بعد اخر كلمة في التابل عايز او اللي ستة عايز كلمة other تظهر وهنا هيجي دور V-Stack هنعمل كده ازاي هستخدم function V-Stack وV-Stack ما هي الا امكانية ان تحط حاجات تحت بعض بشكل رأسي يعني زي ما انت شايف هو list هي مكونة من بعض الروز مرسوسين فوق بعض بشكل رأسي وانا عايز ازود عليهم حاجة في الاخر فهو دا بالزبط اللي انا هعمله وطالب مني ايه طالب مني array one array one هو اللي خارج بنشوز column وبعدها array two طب الرأي two دي هكون جواها ايه هكون جواها element واحد بس او عنصر واحد بس وما هو الا كلمة other فهعمل كما عشان اديده array two وممكن اعمل double code وابدأ اكتب كلمة other واقفل double code طبعا دا نص بدخل نص او text يبقى لازم يكون دايما جوا اتنين double code وبعد كده هاقفل القوس بتاع V-Stack ودوس enter هتلاقي ان انا عندي هنا كلمة other خلي دي هنا مثلا 15000 ودوس enter الليستة اصرت بقى عندي خمس منتجات اكتر من 15000 وother كمان اتغيرت ومكانها اتغير دايما هتكون لازقة في الليستة الاصلية بتاعتك يبقى هو دا الاستفادة اللي قدرت اجيبها في الوقت الحالي من V-Stack يبقى انا كده اوصل لسة المنتجات ودي الخطوة الاولى تعال نشوف مع بعض الخطوة التانية هنعمل الكلام ده ازاي عشان نجيب وكمان نجيب الجمع بالنسبة للأذر حيكون شكله عامل ازاي وتعال بسرعة قبل ما نكمل في المثال بتاعنا ونشوف ازاي ممكن نشتغل على الكلام بتاع الـ تعال المثال البسيط انا عندي 3 اسامي اعتبر كل اسم فيهم وكل اسم فيهم assigned لنمبر معين يعني A بتساوي 10 B 25 C 30 طبعا افضل انا عايز اعمل عليهم عملائي حساميات بسيطة ولتكن جمع سأقف السالة بعدها وقال موضوع بسيط جدا طب لو انا عايز اعمل الجمع بدلالة الاسامي A B C ده let بتساعدك على القصة function let بتساعدك تعال نجرب كده ونشوف لو قلت له equals وقلت له let تعال نشوف هي محتاجة مني محتاجة مني name name هعرف name name ده مثلا A فحقول له والله عندي name اسم A اللي بعد كده عندي name value قيمته ادي value ده ممكن assign to cell reference يعني E 4 هي value بتاعت الاسم اللي اسمه A طيب وبعد كده كام ممكن calculation خد بالك ده اقل عدد من الparameters يعني ثلاثة هو اقل حاجة يعني ايه يعني انا ممكن ابدأ ب A ده اسم variable وبعد كده ده value assign value وبعد كده calculation وده اللي ميطلع فيها output A اللي أنا لسه مدي ها دلوقتي بص او ما قلت له A ظهرت لي في list بتاعتي رغم ان ايه اسم الاسم ما يعرفوش انا بس اللي مدي ه و جنبيها X فده معنى معرف داخل let double click عليها وقل مثلا على 10 المفروض تديني واحد اقفر وانتر فعن واحد طب افرد انا مش عايز يعني انا عايز كمان اعرف B وC فحمسح الخطوة التالتة فبقى عندي كده ارجع بقى screen tip عندي name وname value وبعد كده or name 2 لا انا عايز name 2 فحقول له B وB هن assign value 25 عايز كمان variable comma مفيش مشكلة C وبعدين comma وassign لها 30 مثلا وبعد كده comma وعايز بقى اعمل زي calculation فممكن مثلا في الحالة دي اقول له عايز sum وي اقول له والله عايز A sum A ووراها B ووراها C واقف القص بتاع sum ودوس enter ادي نفس A 65 طب هتقول لي لازميته اي يعني يعني ليه اكلك على الامور كده هقول لك جيب تستخدم دايما لو انا هحتاج اكرر كود اكتر من مرة زي ما انا اديت هنا reference مثلا تعال بص انا ادي هنا A واخد reference E 10 ممكن تاخد A نفسها تاخد calculation وليكن في حالتنا دي مثلا A هخليها بدل ما هي واخد reference ده هخليها function ولتكن مثلا count فممكن مثلا A تعدلي التلات ارقام مع بعض وممكن B بدل ما هي واخد رقم الواحد وكده اخليها تاخد sum يبقى A B هتاخد sum بتاع نفس A نفس range مثلا فانا c مش مهم خلاص سيبك منها دلوقتي ممكن اكانسل c مثلا وعندي name 1 عبارة count function count name 2 B عبارة function sum وبعدين calculation بقى حشيل sum الأخرانية دي واكتب مثلا حاجة زي A بقى sum على A كأن انا عايز average فاطلع 21.67 يبقى انا قدرت ممكن assign value ممكن assign formula جوه variable وده هساعدني بقى في ايه لو انا حضرتك عندي كود معين حطار اكتبه اكتر من مرة داخل نفس المعادلة يبقى function let هتكون اسهل جدا هتساعدك وممكن تتعامل معا بشكل كويس جدا وهو ده الاستخدام بتاع دلة let لكن عايزك بس تبعارف حاجة انه لو عرفت هنا variable زي A وحاولت استخدام مبارة function دي مش هيعرف excel هو بس موجود داخل very local داخل function اسمها let نفس الكلام A B C و اي حاجة الحاجة تانية ممكن الOutput النهائي يحط اي حاجة تانية يعني انا مش ملتزم خالص يعني ممكن عرف variables وديله functions وديله values وفي الاخر طلع لي كلمة other مثلا مش عايز اي حاجة غير كلمة other يبقى هيجنور كل اللي فات يبقى الخطوة الاخيرة دايما او البرامتر الاخير هو output وممكن استخدم في variables متعرف بس فالداني sum ففيها flexibility كتير وزي ما قلت لك الاستخدام الرئيسي اذا كان حضرتك عندك code معين او function معينة هتضطر تكتبها اكتر من مرة داخل نفس المعادلة يبقى في الحالة دي بتستخدم لات بتديها اسم وبتستدعي اكتر من مرة وانت شغال وتعمل calculation بتاعك بعد ما فهمنا لات بتشتغل ازاي تعال بقى نرجع للمسال بتاعنا ونشوف ازاي هنطبق الكلام ده على المسال اللي بدأنا فيه في الاول انا افكرك احنا عملنا قردي العمود اللي فيه وزاويدنا تحدي كلمة other باستخدام vstack وعايز هنا بقى اشتغل على عمود values طيب تعال بدأ زي بدأ اشتغل على let زي ما قلنا فحب اكتب equals وقال له let وعايز اعرف variable الvariable ده ما هو الا عمود القيم طبعا عمود القيم هنا قصد به القيم اللي فوق الحد اللي هو 15000 ممكن مسلا نسمي اسم اختصارا للفكرة دي كلمة مثلا top يبقى انا عندي variable اسم top وبعدين كما وي جوه الvariable اختصارا وفاتت علشان نطلع اللستة بتاعة values اللي فوق 15000 هستخدم الفنكشن اسمها filter الاول المرادة انا محتاج فلتر على sales value مش محتاج الtable كله يبقى هاختار sales value وبعدين كما البرامتر التاني include او condition اللي حامل بفلتر هاختار نفس العمود اللي هو sales value واقول اكبر من او تساوي 15000 وبعدين كده اقفل قوس بتاع filter وممكن اتست انا عملته ده واقوله لو سمحت واريني فرجني انا عملته يبقى انا ارجع تاني لمعدة let add name اللي هو top assign لي معدد filter بالكامل والخطوة التالتة calculation مش هعمل calculation هقوله بس فرجني على output بتاع top خد بالك وانا بكتب اهو يبقى هو فعلا ده اسم صحيح متعرف قبل كده ففهمه اقفل قوس بتاع ليت ودوس enter ادي list القيم ولكن طبعا مش مترتبة انا هنا كنت عامل sort بالvalue هنا كمان لازل تبقى sorted وإلا الاسامي مش تبقى مع values يبقى قبل معادلة filter هستخدم تاني معادلة sort زي عالنا المرة اللي فاتت وبعدين ادي الارية اللي خارجة من filter البرامتر التاني بتاع sort هو sort index انا عندي هو بس column واحد يبقى ممكن اجنور sort index فاعمل كمان وبعد كده sort order minus one عشان يعمل ها descending وقفل القوس بتاع معادلة sort وادوس على enter يبقى كده تمام ادي عملت الجزء الاولاني ان انا قدرت ارتب اعمل filter للقيم اللي فوق 15000 وعمل ترتيب تنازولي من الكبير للصغير وكل ده حطتوا معادلة ثلاث وادتها اسم نسمي variable القصة دي كلها اسمها top تمام ادي اهو واؤدي في الاخر طلع طب انا محتاج اكمل مش هسميه other يبقى سميت variable تاني وبعدين هابدأ اشوف ازاي احسب الother ده الother ده هيكون عبارة عن total الكامل بتاع العمود اللي موجود في التيبر الاصلي مطروح منه total بتاع top ايه top ده top ما هو الا list بتاعة المنتجات او القيم اللي اكبر من 15000 اللي محسوبة في الخطوة السابقة جوه معدة 3 يبقى other the function اللي جوه اهو ادي اسم اللي هو name 2 عايز بقى ادينه calculation طب ايه calculation حضرتك calculation هتكون اول حاجة اجمع العمود اللي موجود هنا بتاع الجدول الاصلي اللي هو sales by product بين قوسين between 2 sales value واقفل القوس بتاع sum واطرح منه sum برضو مجموعة sum لكن sum مين بقى المرة دي sum بتاع top top اللي هي اللي قدامنا دي list القيم اللي اكبر من 15000 واقفل القوس بتاع sum يبقى انا كده قدرت اوصل لي variable تاني اهو name value name التاني اسمه other name value زي ما انت شايف ده القيمة المفروض تحط جوه other طيب محتاج بتفرج اتأكد انا اعمل صح ولا غلط هعمل كمان وتعال فرجني على variable اللي اسمه other هحط الخطوة الاخيرة في مؤد let ودوس enter 80 63 غالبا انا كده اشغال صح طيب لسه عايز اكمل بقى الاخيرة وطبع ممكن تستنتج معايا انها باستخدام V الاول يبقى هروح على other d اللي في الاخر وامسح وابدأ استخدم V stack الاخيرة الاثبوت النهائي ساستخدم V stack عايز array one array one اللي هي mean اللي هي top عرفنا في الاول شفت انا استخدم كم مرة استخدمت top استخدمت مرة في الاول وبعد استخدمتها مرة تاني علشان احسب other وبعد استخدمتها مرة ثالثة عشان اظهرها في النهاية يبقى الاراية الاولية هي top والاراية التانية هتكون اللي هي mean اللي هي other وبعد كده اقفل قص V stack وادوس enter وادى حضرتك قادي الليست اهم وظبوط قادي القيم اللي اكتر من 15 ومجموع الباقي كله موجود تحت تعالا نجرب بقى نغير تعالا نرجع الالفين وخمسمية اللي كتف الاول فقادي الليست بتتعدل مع حضرتك بشكل ممتاز جدا الخطوة بعد كده ان اعمل تنسيق شرطي للجدول الحاج شايف ده لانه طبعا الاراية دي هتكون dynamic او الليست دول هتكون dynamic بيتغير حسب التشهول ويتغير كمان لو زودت معلومات هنا فبالتالي طولهم ده حسب التغير اللي بيحصل هنا عشان كده هستخدم condition formatting فممكن اختار من تحت الهيدرز وابدأ انزل تحت شوية زيادة لحد وريكن هنا مثلا وارح اقول condition formatting ويقول new rule وهختار تاني option اللي هو format cell that contains واخد بالك ان انا هبدأ اختار من هنا عندي اكتر من اختيار انا هختار حاجة اسمها no blank فكده كأني بقوله اي حاجة تلاقيها no blank عايزك تعملها format معين ومن زرار format هنا حبدأ اختار انا بس كل هعمله بوردرز ممكن ااخد البوردرز من القطة دي وقال وعايز ها outline وعايز ها inside وادوس على ok مرة كمان فاعلم لي بس على sales اللي فيها values اختار 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 15000 اختار وانا صغر مع الصغران اللي حصل في اللي بتاع اختار موضوع التنسيق الشرطي فاضل خطوة اخيرة ان ارسم التشارت والتشارت يكون dynamic بيكبر ويصغر حسب التغير اللي بيحصل في اللي قدام حضرتك تعال نشوف بقى زي ممكن نرسم التشارت ده هرسم عادي خالص هختار الجدول اذا معك شايف كده وهروح على insert ومن insert هختار bar charts او column charts وهختار column chart العادي خالص وهيطلع معاك بشكل شايف هذا تماما انا ممكن اعمل تنسيق سريع جدا فممكن مثلا اشيل اللابلز على الشمال وشيل الخطوط ومثلا هنا من الـ plus اللي هنا دي مثلا هقول له عايز data labels فبقى عندي ADA chart سريع جدا مش هعمل فيه اكتر من كده طيب فان المشكلة المشكلة لو غيرت ثاني ثلاث هتلاقي 2500 هتلاقي اللي بيحصل هتلاقي التشارت مش بيريفلكت هو بس باصس على الجزء اللي انت كنت بدء منه في الاول خالص فعايزين حاجة تخلي التشارت ده كمان يكون dynamic ويتغير معايا حسب تغير وعند السطور اللي هنا الامر ده مش صعب محتاج بس الاول ان احدد اسامي اودي اسامي للستين دول عشان كده ده كان هدفنا ما هنبني الستين مفاصلتين كان ممكن اعمل الجدول ده مرة مستقلتين فعايز ادي اسم الليستة الاولى واسم للستة الثانية عشان اعمل كده ممكن اروح على name manager فحروح على formula ومن formula هقول له والله انا عايز define name ولما اقوله define name مثلا هو اختار هندلر بار دي ولكن انا حدي هنا اسم وده وليكن مثلا labels فده الكلوم بتاع labels ومفيش مشكلة sheet 1 f8 هو ده اللي انا عايز ابدأ منه ولكن هحط بعدها hash وانا عارفين موضوع الهاش ده لما بقوله hash معناها خد list بالكامل وبعد كده هدوس على ok محتاج define اسم تاني هختار اول sell فوق في الليستة واروح اقول define name مرة كمان المرة دي هدي اسم تاني وليكن ده الاسمين بيبصوا على list dynamic فما فيش مشكلة خالص ممكن ابدأ اروح هنا ودي الاحذيات دي اودي البيانات دي للشارت فهختار التشارت واروح على chart design ومن chart design هختار select data محتاج اعرف فين ال values ال values موجودة في المكان اللي اسمه legend او اللي هنا طبعا هي حاجة واحدة اللي هي sales فهختار على الشمال هنا وقل edit هلاقي عندك بعد كده حاجة اسمها series name ودي معندش مشكلة مش هغير فيها حاجة لانه واخد اللي الموجودة فوق ولكن series value دي اللي عايز اغيرها وحرجع امسح اللي انت شايفه ده ولكن حسيب sheet 1 يعني حابده امسح كله معادة sheet 1 والexpression mark او عامت التعجب حاجة اسمها values حابدأ هنا وقل او كي فوقت مكتوبة عندي لو دست على او كي هيقبلها مفيش مشكلة خالص كمان محتاجة غير list اللي موجودة هنا فحقل لبرضو edit وقل list اللي هعمل delete لغاية موقف عند sheet 1 وبعد كده نسيب مزي مهم وندوس على F3 مرة كمان والمراضي هاختار وقل او كي وادوس على او كي مرة كمان او كي مرة كمان كده الجدوة رفلكتنج زي ما انت شايف اهو ادي كل المنتجات اللي ظهر عندي هنا وكمان معاهم other زي ما حالك شايف تعال نرجع نغير دي تاني الى 15 الف وندوس enter يبقى الدنيا ماشي معك بشكل هايل زي ما انت شايف ادي المبيعات بتاعة الحاجات التوب التوب تقريبا جاب لي التوب 5 وبعد كده الباقي كله حطولي في other والدنيا ماشي معاك بشكل ديناميكي والشيك بوينت شغال معاك بشكل هايل جدا بك نكون وصلنا لهذه الفيديو لو عجبك لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة واسب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته